النهاردة كمان كان فيه الاجتماع الفني للمباراة طبعا في النهائي ويمكن بمقرر النادي الآلي بالجزيرة الاتفاق على كل النواحي الإدارية والنواحي الخاصة بالمباراة حضر يمكن النهاردة الاجتماع من النادي الآلي الدكتور محمد شوقي عدو مجلس قدارة النادي الآلي مع الكابتن خالد بيبو مدير الكورة والكابتن سمير عدلي الدينامو والمدير الإداري والعميد علاء صلاح المنصق الأمني ووائل محمد ورقفة إبراهيم ومحمد أسامة ودول إداري الفريق في وجود طبعا مسؤولي نادي الترجي مرائب الموراة ومن قبل الاتحاد الأفريقي لقرة القدم وطاقم التحكيم تم خلال الاجتماع الحقيقة الاتفاق على النادي الآلي بزي التقليدي طبعا التشيرت الأحمر والشرط الأبيض والشراب الأحمر وحارس مرمانة إن شاء الله حيرتدي يمكن طاقم أخضر ونادي الترجي حيكون بزي الأزرق وحارس مرمانة حيكون باللون الدهبي كمان تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الحقيقة الخاصة بالمباراة موعد المباراة بالضبط وصول الفريقين هيكون إمتى الاستاذ القاهرة والنزول لإجراء عملية الإحماء والتسخين قبل المباراة هتكون إمتى كل الحقيقة كل الإجراءات الخاصة بالمباراة وإن شاء الله بإذن الله الأمور تمشي بشكل احترافي وبشكل جيد جدا اشتركوا في القناة